عرفات فكرة والفكرة لا تموت أبو عمار ذكرى والذكرى محلها الخلود هكذا نطق الفلسطينيون على اختلاف فصائلهم ومشاربهم واستراتيجياتهم فما إن يطال الأمر أيقونة فلسطين وقلبها النابض يتنحى كل شيء غير ذكرى فعلى التساع الأراضي الفلسطينية خرجت الملايين في الذكرى الثالثة عشر لرحيل الشهيد الرئيس ياسر عرفات للتأكيد على تجديد عهد النضال من أجل بلوغ حلم الاستقلال الذي عاش عرفات من أجله ومات حالما بتحقيقه ذكرى تحلو الأوضاع في البيت الفلسطيني غير ذي قبل ففي وسط غزة ارتفعت أعلام حركة فتح للمرة الأولى منذ عشر سنوات في مهرجان حاشد أقامته الحركة في ذكرى الراحل ووجد الفلسطينيون قادة فتح وحماس جنبا إلى جنب يتنوبون على التأكيد على أن مسار عرفات هو الخط الواضح لنيل الحقوق وتتزمن ذكرى عرفات مع ذكرى وثيقة الاستقلال التي أكد الفلسطينيون أنها تعبير جامع للكل الوطني الفلسطيني على الإرادة الفلسطينية بتحقيق الاستقلال في دولة فلسطينية كاملة السيادة مشيرين إلى أن هذا الإعلان ما زال أمامه مشوار طويل من الصمود والكفاح والمقاومة لتكسيده إلى واقع حقيقي ولأن السيادة بدون وحدة فكان لزاما ترتيب البيت من الداخل وهو ما يجري من خلال إقدام الفصائل على تنفيذ مقتضيات المصالحة الوطنية التي وقعتها حركة فتح وحماس في القاهرة برعاية مصرية والتي يروم الجميع منها الخير لتكون هدية لشهيد لم يجد أغلى من حياته ثمنا لقضيته